لكن هو شايف من وجهة نظره واضح كده أن دي حاجة غريبة لكن بيقولك في النهاية سفر رمضان وكلام من ده واحترف يعني بعد منفوضات حقاقة مصلحة الطرفين لكن في حقيقة ورده أنا عايز أقوله على حضراتكم إن النادي الأهلي ما وفقش على احتراف رمضان في التوقيت ده غير بضغط كبير جدا من اللاعب وببعض التصرفات اللي أكيد حضراتكم عارفينها وتصرفات عشناها في التوقيت ده من قبل اللاعب نفسه اللي هو رمضان صبحي فبالتالي كان الطريق الوحيد في التوقيت ده عند المسؤولين الموجودين أو مجلس الإدارة الموجود إنه هو يوافق على احتراف اللاعب يعني الموضوع جه بضغوط كبيرة جدا عن النادي الأهلي نروح لجزئة أخرى وهو بيتكلم كمان بيقولك إيه من سنتين منذ عامين كنت أول الرافدين كمان يعني بعد الأربع عوامل اللي فاتوا يعني من أربع سنين فاتوا هو كان رافد أو كان مؤيد عفوا يعني لرحيد رمضان دلوقتي فقا هو كان رافد لمبدأ عودة رمضان داخل مصر وهو مين؟ كابتن النادي الأهلي وهو مين؟ شريف إكرام قائد فريق النادي الأهلي كنت أول رافدين لمبدأ عودة رمضان داخل مصر برغم حبي للأهلي وعلمي باحتياج النادي له حينما أو حينها سواء بالأعارة أو البيع يعني هو الراجل إيه؟ بيقولك يا جماعة شريف بيقولك يا جماعة إيه؟ أنا بحب الأهلي أولي وبقدر النادي الأهلي أولي بس كنت رافد بصراحة من الرمضان يرجع وهو كابتن النادي الأهلي رغم حبي للنادي الأهلي أي حب يا كابتن شريف؟ أي مسئولية بتتكلم عنها؟ أنه انتماء بتتكلم عنه يا كابتن شريف؟ حب إيه وانتماء إيه وكلام إيه؟ هو فيه قائد للنادي الأهلي قائد كابتن النادي الأهلي يكون بيحرد اللاعبين عن رحيله أو يحرد اللاعبين على عدم العودة للنادي الأهلي مع اعترافك أنت بتعترف أن الأهلي محتاجه والأهلي عايزه هو حدث بتلعب في الأهلي ليه؟ يعني أنت الفترة اللي فاتي دي كلها بتلعب في الأهلي ليه يا كابتن شريف؟ حاجة بالنسبة لي غريبة جداً